اشتركوا في القناة 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 او في السمحاق او الغدروف او نخاع العظام ممتاز الاجابة الصحيحة هي نخاع العظام ماذا يغلف اطراف العظم على الطرفين بتاع العظام باللجي طبقة لازجة رقيقة ناعمة بتمتص الصدمات وبتسهل الحركة كنسمه هي الطبقة دي هل هي الغدروف ولا الاربطة ولا الاوطار ولا العضلات صحيح هي الغدروف رقم عشرة توجد المفاصل غير المتحركة في الانسان فيه قلنا في الجسم في مفاصل ثابتة وفي مفاصل متحركة المفاصل غير المتحركة اللي هي الثابتة كانت موجودة فين في الجسم يا شباب ايوة في عظام الحوض وعظمة القص الموجودة في الصدر وايه كمان في الجمجمة برافع عليكم اي الفيتامينات التالية تصنع في الجلد هل هو فيتامين الف ولا فيتامين جيم ولا فيتامين دال ولا فيتامين كاف ممتاز اللي بيصنع في الجلد بمساعدة أشعة الشمس لما الجلد بيتعرض للشمس بيصنع ايه صح فيتامين دال برافع عليكم يا شباب تعالوا نكمل الخيارات كيف ينتقل السيال العصبي عبر الشق التشابك من خلايا إلى خلايا آخرى؟ هل ينتقل اعتماداً على الخاصية الإسمزية ولا عبر الخلايا العصبية الموصلة ولا عبر جسم الخلايا العصبية ولا بواسطة المواد الكيميائية؟ أيوا مين اللي بيقول؟ صحيح بواسطة المواد الكيميائية سؤال اللي بعد كده بيقول لي ماذا تسمى الخلايا العصبية او العصبونات اللي بتستقبل المنبهات في الجلد والعيون هل هي الخلايا الموصلة ولا الشق التشابكي ولا العصب الحركي ولا الخلايا الحسية ممتاز هي فعلا الخلايا الحسية اللي بتستقبل المنبهات اي اجزاء من اي جزء من العين يتجمع عليه الضوء احنا اخذنا في تركيب العين ان العين عبارة عن قرانية وقزحية وفتحة البؤب خلف منهم العدسة في الاخير باللاج الشبكية اللي متصلة بالعصب البصري اللي بينجل الرسالة العصبية للدماغ عشان يفسر الصور مين في دولة اللي بيتجمع عليه الضوء تمام الشبكية فعلا اي الاجزاء التالية جزء من الاذن الداخلية في الانسان هل السندان ولا المطرقة ولا طبلة الاذن ولا القوقعة برافو عليه هي القوقعة فعلا تعالوا نكمل في الصورة اللي قدامنا ديت ده الفراغ الصغير اللي بيكون موجود بين خلية عصبية والخلية العصبية المجاورة لها اللي كنا بنسميه اي دوت هل هو المحور الاستواني ولا الشجيرات العصبية ولا الشق التشابكي ولا نواة الخلية ممتازة شباب الشق التشابكي طيب تعالوا نخش على الأسئلة بتاع التدريبات الفصل اللي بعده السؤال الاول بيقول لي املأ الفراغات املأ الفراغات بالكلمات المناسبة رقم واحد بيقول لي فراغ وعبار عن خليط من الحيوانات المنوية والسائل كنا بنقول عليه اي ده صحيح السائل المنوي تسمى مرحلة التطور التي يمر بها الجنين الى لحظة ولادته من اول ما يحصل عملية اخصاب لحد ما تتم عملية الولادة الفترة دي كلها اللي بتقدر تقريبا بتسع شهور في المتوسط بنقول عليها ايه صحيح فترة الحملة بروفع عليكم كيس عضليكم فريش شكل اللي في الأنثى ايه هو الكيس العضلي اللي شكل كمثري الشكل وموجود في الأنثى مش موجود في الزكر وبينمو فيه الجن وتطور ده كان اسمه ايه ممتاز الراحم تسمى المرحلة التي يمر بها الجنين في اول شهرين من الحمل اسم هي المرحلة ديت بروفع عليك بطل المرحلة الجنينية الاولى غشاء يحمي الجنين ايه الغشاء اللي بيتكون في المحراء الجنينية الاولى ديت وبيحمي الجنين كنا بنقول عليه ايه تمام الكيس الرهلي أو كنا بنقول له الكيس الرهلي أو الكيس الأمينيوني السؤال اللي بعد كده بيقول لي العضو الذي يكون البوايضة من العضو اللي موجود في الإنسان بيكون البوايضة في الأنثى هو المبيض براف عليكم حالة الزواج التي يكون فيها كل الطرفان خاليان من الأمراض الوراثية اسمه إيه الكلام ده كنا بنقول عليه الزواجة ممتاز الزواج الآمن لما بيكون العريس والعروسة خاليين تماما من الأمراض المعدية والأمراض المنقولة جنسيا والأمراض الوراثية كنا بنقول على نوع الزواج دوت الزواج الآمن تعالوا نكمل الخيارات مع بقى أين تحدث عملية الإخصاب فين بالضبط بتحصل عملية الإخصاب هل في قناة البيض ولا في المهبل ولا في الرحم ولا في المبيض طبعا عملية الإخصاب بتحصل فينا شباب ممتاز في قناة البيض ما المادة الكيميائية لتفرزها الغضاد الصماء الغضاد الصماء بتفرز ايه؟ أو الغضاد الصم هل بتفرز إنزيم ولا هرمون ولا حمض ولا لعاب ممتاز بتفرز الهرمونات أين ينمو الجنين ويتطور؟ لسه جيلينها من شوية في أكمل مين فاكر؟ صحيح ينمو الجنين ويتطور داخل الرحم مكملين مع بعض في الخيارات يا شباب ماذا يسمى اتحاد البويضة والحيوان المنوي؟ اتحاد البويضة مع الحيوان المنوي كنا بنقول عليه إيه؟ عملية الإخصاب برافو عليكم في أي مرحلة يتكون الغشاء الرهلي؟ الغشاء الرهلي أو الكيس الأمنيوني اللي احنا قلنا عليه من شوية بيتكون فين؟ هل في البويضة المخصبة؟ ولا المرحلة الجنينية المتأخرة؟ ولا المرحلة الجنينية الأولى؟ ولا جنين حديث الولادة؟ ممتاز في المرحلة الجنينية الأولى سؤال اللي بعده بيقول لي إحدى الغدد الآتية ليست غدة صم هل الغدد اللعبية؟ ولا الغدد النخمية؟ ولا الغدد الزعترية؟ ولا الغدد الصنبرية؟ فيه ثلاثة من الغدد اللي قدامنا ديت خدناهم ضمن الغدد الصم وفيه واحدة بس مش ضمن الغدد الصم اللي هي برافو عليكم الغدد اللعبية أي العبارات التالية غير صحيحة فيما يتعلق بالتوائم المتماثلة؟ قلنا التوائم المتماثلة بيكونوا متميزين في حياة كتيرة لكن في حياة من اللي قدامنا ديت غير صحيحة مستحيل تتحقق فيهم هل التوائم المتماثلة ينتجان عن بويضة واحدة؟ هل يحتويان على المادة الوراثية نفسها؟ هل يختلفان في الجنس؟ هل لهم الصفات الشكلية نفسها؟ الإجابة اللي مش موجودة ضمن خصائص التوائم المتماثلة اللي هي مستحيل أن يكون فيه توائم متماثل ومتمثلان في الجنس يبقى قضية اختلفان في الجنس دي الإجابة الصحيحة السؤال اللي بعد كده بيقول لي في أي شهر يمكن معرفة جنس الجنين؟ بنقدر نتعرف على نوع الجنين في رحم الأمة إذا كان ذكر أو أنسى في أي شهر من الشهور؟ هل في الشهر الثاني ولا الرابع ولا الخامس ولا السابع؟ طبعا ممتاز في الشهر الرابع الغدى التي تسيطر على معظم النشاطات الحيوية في الجسم كنا سمناها في الشرح سيدة الغدى الصماء لو تفتكروا في الفصل جلنا عليها كده هل هي الغدى النخمية ولا الغدى الضرقية ولا الخصيتان ولا الغدى القضارية؟ ممتاز هي الغدى النخمية فعلا مرفع عليك أشبه نكملين مع بعض في الخيارات بيقول لي أي من ما يالي لا تفرزه الغدى العرقية؟ الغدى العرقية ما بتفرزش إيه من الحياة اللي قدامي دي هل ما بتفرز الماء ولا لا تفرز فضلات ولا لا تفرز أملاح ولا لا تفرز دهون؟ طبيعا الغدى العرقية بتفرز العرق والعرق دوات عبارة عن ماء زائد وأملاح زائدة وفضلات يعني إيه اللي مش موجود يا أستاذ مش بتفرز الغدى العرقية؟ الدهون بروفع عليكم استعمل الشكل التالي لإجابة عن السؤالين 2 و 3 سؤال رقم اثنان بيقول لي ما نوع مفصل المرفق؟ مفصل المرفق اللي احنا بنسميه في العمية عندنا الكور لكن هو اسمه في العلم مفصل المرفق مفصل المرفق من أي نوع من أنواع المفاصل اللي قدامنا ديت؟ هل هو مفصل رزي ولا كروي ولا انزلاقي ولا محوري؟ ممتاز كنا قلنا أن مفصل الركبة ومفصل المرفق من المفاصل الرزية بروفع عليكم أشبه أي أنواع المفاصل يسمح للأرجل والأذرع بالحركة في الاتجاهات جميعها؟ يعني بيسمح بالحركة في جميع الاتجاهات هل هو المفصلي ولا الكروي ولا الانزلاقي ولا المحوري؟ ممتاز هو فعلا الكروي يسمى أي تغير داخلي أو خارجي ينتج عنه استجابة حسية؟ هل الرد فعلا منعكس؟ ولا مستقبلا؟ ولا منبها؟ ولا نبض القلب؟ أيوا إيش الإجابة الصحيحة؟ أي تغير داخلي أو خارجي ينتج عنه استجابة حسية؟ بنقول عليه منبها تماما شباب نكمل مع بعض أي الغدد الآتية توجد في العنق؟ الغدد الموجودة في العنق عندنا؟ عندنا نوعين من الغدد موجودين في العنق مين منهم موجودة قدامنا؟ هل الغدد النخمية؟ لا الغدد النخمية تتصل بمنطقة تحت المهاد هل الغدد القذرية؟ موجودة فوق الكليتين هل البنكرياس؟ موجود في تجوف البطن الغدد الدرقية ممتاز براف عليكم يتم إنتاج البويضات فيه؟ البويضات بتنتج فيه؟ هل في المبيض؟ ولا قناة البيض؟ ولا الرحم؟ ولا المهبل؟ فعلا في المبيض إجابة صحية تبدأ البويضة في النج في المبيض عنده؟ هل قبل الولادة؟ هل فيه أثناء الطفولة؟ ولا عند سن البلوء؟ ولا فيه أثناء الطفولة المبكرة؟ حليتها وأنا بتكلم هي عند سن البلوء ماذا يسمى خليط الحيوانات المنوية والسائل؟ كنا جلنا في سؤال أكمل خليط من الحيوانات المنوية والسائل اللي بتفرز الحويصلة المنوية اسموه مي على بعض؟ السائل المنو برافو عليكم يا شباب في نهاية المراجعة بتمنى يكون كل الطلاب استفادوا وراجعوا كويس الوحدة الرابعة وأتمنى التفاعل في حل الاختبارات اللي هتتعمل إن شاء الله الأسبوع الجاي اختبارات تدريبية كمراجعات على الوحدات الرابعة والخمسة والستسة بالترتيب إن شاء الله في نهاية الدرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر